اشتركوا في القناة والنتاجات التعليمية لازم كلنا نكون متأكدين انه فهمنا القواعد النحوية والصرفية اللي مررت معنا والان سنبدأ بالمراجعة العامة صفحة 41 41 و42 تدريب رقم واحد يقول التدريب بين نوع المشتقات التي تحتها خط فيما يأتي قال تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين مثوى هون اسم مكان هي اسم مكان كلمة مثوى دلت على مكان حدوث الفعل فهي اسم مكان أما في قول الرسول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون على وزن مفعول وهي دلت على من وقع عليه الفعل فهي اسم مفعول وهي اسم مفعول لفعل ثلاثي على وزن مفعول غبنة مغبون الجملة الثالثة كل إنسان له دار وأحلام ومزهر مزهر هون دل على الأداء التي قام الفعل من خلالها فهي اسم آلة دلت على آلة فهي اسم آلة إذن مزهر هي اسم آلة على وزن مفعول زي مبرد ومشرط إذن مزهر هي اسم آلة وحروف شغل في كل صحراء ومهجر مهجر هي على وزن مفعول وهي اسم مكان اسم مكان لماذا اسم مكان؟ لأنها دلت على مكان وقوع الفعل أربعة إن القليل من الكلام بأهله حسن وإن كثيره ممقوت حسن هون دلت على صفة يتصف بها الفاعل اتصاف دائم أو شبه دائم إذن هي صفة مشبهة أما كلمة ممقوت فهي اسم مفعول لفعل ثلاثي مقتا مقتا ثلاثي اسم المفعول ممقوت وفي الجملة وما يعاب صموت هي صيغة مبالغة على وزن فعول من الفعل صمت خمسة ملعقة السكر تغير مذاق الشاي والكلمة اللطيفة تغير نظرة الآخرين ملعقة ملعقة كلنا بنعرف أنه الملعقة هي أداة فهي اسم آلة أما الكلمة اللطيفة فهي صفة مشبهة على وزن فعيل لطيفة فعيلة فهي صفة مشبهة نقول فلان لطيف هذا دل على صفة مشبهة على وزن فعيل تفقد المسؤول المشروع المنجز من مبدئه إلى منتهى قبل أن يتسلمه من المقاول لعننا كثير من المشتقات في هذه الجملة أولا كلمة المسؤول هي اسم مفعول وهي اسم مفعول لفعل ثلاثي أما كلمة المنجز فهي اسم مفعول لفعل مزيد من مبدئه هي اسم زمان يعني من زمان البداية إلى زمان النهاية ومنتهى أيضا اسم زمان وكلمة المقاول هي اسم فاعل لفعل مزيد فقاول مقاول مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر الجملة السابعة والأخيرة في تدريب واحد إن أنت جالست الرجال ذو النها فاجلس إليهم بالكمال مؤدبة واسمح حديثهم إذا هم حدثوا واجعل حديث كأن تقت مهذبة كلمات مؤدبة ومهذبة ابتدأت بميم مضمومة والحرف قبل الآخر مفتوح فهي اسم مفعول من الفعل أدب وهذبة وهي أفعال مزيدة إيش اللي بدلنا على إنها أفعال مزيدة لأن المشتاق بدأ بميم مضمومة والحرف قبل الأخير مؤد ب ب مؤد مفتوح ما قبل الآخر مفتوح مهذة مه هذة ب هكذا نكون نغينا التدريب الأول الآن تدريب ثنين هات اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة بكل من الأفعال التالية هنا مجموعة من الأفعال الفعل علم الفعل أعطى الفعل غفرة الفعل سامعة هات فعلم اسم الفاعل عالم اسم المفعول معلوم وصيغة المبالغة عليم أعطى اسم الفاعل معطن واسم المفعول معطى واسم صيغة المبالغة معطى غفر غافر مغفور غفور وسمع سامع مسموع سميع هكذا حل التدريب وصلنا للتدريب رقم ثلاثة أشكل ما تحته خط فيما يلي الجملة الأولى أقيم في مدرستي معرض معرض للكتب الجديدة والمستعملة معرض إذن هي اسم مكان على وزن مفعل كوفئة كوفئة وفاء ويزن لتمييزهما وإبداعهما العلمي كوفئة وفاء ويزن هون نضع علي الضم فهي نائب فاعل ونلاحظ أنها ممنوعة من الصرف نضع ضمة واحدة شاركت زملائي في العمل بمقصف يطلق المدفع في رمضان رمضان ممنوعة من الصرف هذا الموقف مخصص لسيارات ذو الاحتياجات الخاصة هذا الموقف مخصص لسيارات ذو الاحتياجات الخاصة الكلمة إما لك وإما عليك فلا تكن مهذارا في قبلها تستخدم المنقلة لرسم الزوايا وأخيرا أولى السيارات أولى السيارات المصنعة كانت في أمريكا المصنعة وصلنا للتدريب رقم أربعة افتح معي عزيز الطالب صفحة واحد وأربعين أمامنا نص ومطلوب من أن نستخرج ما يلي استخرج من النص مثالا لكل مما يلي مبينا اسم ممنوع من الصرف مبينا علة تمنعه مشاغل مشاغل هي صيغة واسم ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع با اسم فاعل القارئ جيم اسم مفعول لفعل رباعي المركزة ودال صفحة مشبهة النافعة إذن مرة أخرى صفحة واحد وأربعين ممنوع من الصرف مشاغل اسم فاعل القارئ اسم مفعول المركزة وصفة مشبهة النافعة طبعا هاي كلها كلمات وردت في النص اللي أمامنا صفحة واحد وأربعين فطبعا هو طلب ما سبب منع كلمة مشاغل من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع مثل مدارس ومكانس اللي شرحناها في درس الممنوع من الصرف ها مطلوب عنا اسم مفعول لفعل ثلاثي المقروعة زين اسم مكان المكتبة طا اسم آلة مفتاح وظرف زمان بعد واسم زمان موعد ومصدر لفعل خماسي التفهم مصدر لفعل تفهم فهو خماسي وظرف مكان يمينا وصيغة مبالغة المعطاء ها هي المشتقات او الاشياء اللي طلب مننا استخراجها في تدريب صفحة 41 42 واربعين والرجاء التركيز على هذا النشاط اذا ها المقروعة هي اسم فاعل لفعل اسم مفعول عفوا لفعل ثلاثي المكتبة اسم مكان مفتاح اسم آلة بعد ظرف زمان موعد ظرف مكان التفهم مصدر لفعل خماسي يمينا ظرف مكان وصيغة المبالغة المعطاء على وزن المفعال معطاء مفعال وهي من أوزان صيغ المبالغة نقول فلان معطاء اي كثير المنح والعطاء فهي صيغة مبالغة ثم طلب مننا لما صرفت صيغة منتهى الجموة التي بين القوسين في النص طبعا صيغة منتهى الجموة اللي بين القوسين بنرجع للنص اللي هي كلمة مفاتيح هي الأصل إنها تكون ممنوعة من الصرف فجاءت هون من حرف جارو مفاتيح اسم مجرور بالكسر لماذا جره بالكسر أي صرفة لأنه أضيف إلى يصرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو إذا أضيف أو عرف بالتعريف ثم طلب مننا أن نعرب تحته خط في الكلمات الكلمات اللي مطلوب إعراب هاللي تحتها خط ترجع على النص صفحة 41 كلمة يمينا اللي هي ظرف مكان منصوب علامة نصب تنوين الفتح كلمة القارئ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وبعد مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وصلنا للتدريب الخامس التدريب الخامس صفحة 42 أيضا نص مطلوب مننا استخراجات رح يكون نشاط بيتي وعليه علامات يا عاشر ورح أعطيك مجال لإرسال حل التدريب في الأسبوع المقبل في النهاية كن عالي الهمة ولا ترضى بغير القمة دمتم بحفظ الله ورعايتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته